حذر جلالة الملك عبد الله الثاني من استمرار الحرب على غزة خلال شهر رمضان المبارك الأمر الذي سيزيد من خطر توسع الصراع وأكد جلالته ضرورة بذل أقصى الجهود للتوصل لوقف فوري ودائما لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين الأبرياء مشيرا إلى أن الأردن سيواصل توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الأشقاء في القطاع وحذر جلالته من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وما يمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وأعاد جلالة الملك التأكيد على رفض الأردني لأي محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة التي تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة على صعيد آخر شارك جلالة الملك عبد الله الثاني في عمليات الإنزال الجوي على غزة التي نفذتها طائرات تابعة لسلاح الجو الملك الأردني لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الأهل في غزة وقال بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية إن مشاركة جلالتي تأتي تأكيدا على استمرار الأردني في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين لإصال المساعدات بكل الطرق المتاحة لأهالي القطاع وكان جلالة الملك قد تابع بشكل مباشر مراحل تجهيز وتحميل الطائرات قبيل إقلاعها من قاعدة الملك عبد الله الثاني الجوية واستهدفت هذه الإنزالات إيصال المساعدات للسكان بشكل مباشر من خلال إسقاطها على ساحل غزة في عملية تمت بدون أجهزة توجيها للمظلات واضطرار الطائرات للتحليق على ارتفاعات منخفضة ترجمة نانسي قنقر